بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا جلوس بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جلوس لا ينقطع الناس فكرة إن إحنا مش ممكن نجلس بين إيدين حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله الشريف لا السلام عليك يا رسول الله فلما نسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يرد على روحه فنجلس بين إيدين احنا عملنا كده ونجلس ما بين إيدين دلوقتي نسمع حديث من حديث رسول الله عليه وسلم وإحنا في حضرته نسمع حديثه وإحنا مليانين بشوق إليه وبنور وببركة حضوره صلى الله عليه وسلم ولبنا مشتاء إن هي تتنور بأنوار طلعته البهية وكمال محياء وكمان جمال أنواره اللي هو حدثنا عنه لما قال إنما أتيت جوامع الكلم النهاردة عن كن مع حديث فيه من الجمال وفيه من الروعة ما لا يعلمه إلا الله حديث تكلم فيه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وقال فيه صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس حديث ده حديث سيدنا النواسي بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الحديث ده بيأسس لنا حاجة مهمة جدا جدا حاجة ممكن تساعد علماء النفس وما بيدرسوا حالة الإنسان ممكن تساعدنا كلنا وإحنا بنعرف أنفسنا وإحنا بنعرف هو إحنا في حالة اتزان ولا لا في حالة جودة إنسانية ولا لا لما الإنسان يبقى شغال عنده هذا الإحساس إن هو يقدر يحدد إيه النور وإيه الظلمة هذا الإنسان شخص متزن ويقدر يفعل مقتضى النور ويقدر يتجنب مقتضى الظلمة هو شخص متزن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول البر حسن الخلق عايز تبقى من الأبرار كن حسن الخلق والإسمه عايز تكون من الآثمين امشي وراء ما حاكى في صدرك وكرهت أن تطلع عليه وكرهت أن يطلع عليه الناس يعني إيه؟ يعني لو أنت عندك حياة أخرى وبتمشي بالحاجات اللي مشيت ولا الحاجات اللي بتملى صدرك يعرف أن أنت عندك مشكلة لكن لو حاكى في صدرك شيء ومنعته وتركته إيه اللي حاصل؟ يبقى ساعتها عندك رقابة داخلية وساعتها الضمير يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى هذا الضمير يعمل ولذلك يمكن أن احنا نسمي الأحاديث زي ما كان إن سنت الأئمة إنه ما يسموا معض الأحاديث زي يسموا حاديث جبريل يسموا حاديث النية زي حاديث سيدنا عمر أسماء كثيرة كان بيلقوا بيها الأحاديث البر حسن الخلق والإثم ما حاكى في الصد ما حاكى في نفسك وكرهت أن يبطلع عليه الناس الحديث ده ممكن نسميه إيه؟ أقرب الأسماء إلى هذا الحديث أن نسميه حديث الضمير الحي لما واحد يكون ضمير حي يسعد على إنه يكون مع مولاه سبحانه وتعالى حضرة النبي سوئل في أحد المرات وهو جالس مع أصحابه فقال له أحد الناس يا رسول الله ما البر والإثم فأجاب صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث البر حسن الخلق والإثم ما حاكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس يبسأله ثلاث مرات طب ليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تركه ليسأل ثلاث مرات عشان مسألة مهمة والناس كلها تجتمع أزهنها ويجتمع كمان انتباهها لهذا الحديث المحوري حيث أقول لكم حاجة الحديث ده أنا بعتبره أصل من أصول الإسلام ليه بعتبره أصل من أصول الإسلام لأنه بيتكلم على الاتزان الإنساني بيتكلم على فاعلية هذا الدين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نسأل الله أنه ويجعلنا من الأبرار فإزاي تكون من الأبرار البر حسن الخلق يبقى البر هو إيه حسن الخلق طب والإسم اللي هو عكس البر شوف كده الميزان اللي هيحصل لك البر هو حسن الخلق طب والإسم الذي يبقى ده ما يجب أن نتحلى به طب وما يجب أن نتخلى عنه الإسم والإسم ما حكى في الصدر ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع علي الناس الحاجات اللي هي بتكون في صدرك الحقد والغل وأن أنت تمشي ورى هذا الحقد والغل لكن لو حكى في صدرك ومنعته لكن لو اتبعته ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل إلى ما بعد الموت وإيه تاني والغافل من أتبع نفسه هواها ثم تمنى على الله الأمان ينار بيض آه ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع علي الناس لما تمشي فرأيت من اتخذ إلهه هوا يبقى أنت لازم تحذر أن أنت تمشي خلف ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع علي الناس طب وماذا أفعل لكي أكون إنسانا متزنة عليك بالبر الذي به تعيش في قوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان إيه المكافأة اللي طلبها الله سبحانه وتعالى منك مكافأة يعود خرع عليك الله أحسن إليك فإيه المكافأة حسن الخلق اللي هو يعود عليك أنت فأنت هتبرر الله يعني إيه اللي حاصل هالجزاء والإحسان إلا الإحسان تبرر الله بإيه حسن الخلق اللي هو يعود نفع عليك صحيحي العلماء عرفوا البر بقى تعريفات كتيرة منها مثلا إن البر هو الصدق والطاعة والخير والفضل كل دي تعريفات للبر وبعضهم قال إن البر هو التوسع في الخير بس فيه تعريف أنا بحب التعريفات اللي فيها حاجات إجرائية تساعدنا ده ففيه تعريف بيعرف البر بأنه هو ثلاث حاجات عرفه القاضي المهدي يقول إيه البر والصلة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان يبقى الصلة إن أنت تصل للناس وإيه وإزداء الإيه وإزداء المعروف وإيه تاني يبقى ثلاث حاجات هو يبقى البر إيه هو الصلة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان يبقى الثلاث حاجات اللي احنا ذكرناهم في تعريف البر وهما دولة ممكن نخليهم عبارة عن القاعدة اللي بنبني عليها مسألة البر ليه طيب؟ لأن البر ده توقع إنه بيخلي بهذا المعنى بيخلي الناس متقربين من بعض وعايشين مع بعض حالة من حالات الأمان وحالة من حالات الصفاء صفاء السريرة ويعيشوا السلوك والخلق حقيقة لما نتكلم إن البر دوت عبارة عن الصلة العلاقات الجيدة والحسنة والحسنة وإزداء المعروف والمبالغة في الإحسان ده كمان فيه صيانة للعلاقات ولازم عشان نعرف البر لازم لما نقول الثلاث قيم دولة كمان لازم نقول حاجة مهمة جداً جداً إن إيه هي مكونات الخلق عشان لما نيجي نتكلم على حسن الخلق نبقى عارفين إيه الحسن الخلق بيتكون من ثلاثة عناصر النية والإرادة وده العنصر الأولاني والقيمة والسلوك يعني إيه إحنا قلنا الكلام ده قبل كده يعني ببساطة خالص يبقى عندي قيمة هذه القيمة زي ما عندنا هنا المبالغة في الإحسان قيمة أنا عايز أخرجها ويبقى إيه إزداء المعروف أدهو وفين بقى والصلة الصلة اللي هي النية النية يبقى النية بتدفعني إلى تحويل القيمة إلى سلوك وأنا عشان أبقى حسن الخلق لازم أبقى حسن النية ولازم إن قيمة التي يبقى أحملها تبقى قيمة راقية عالية زي قيمة الرحمة والخير والجمال ولازم السلوك اللي أنا عمله يبقى سلوك حسن وخالق الناس بخلق إيه حسن يعني سلوكك كمان يكون حسن وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتعاون على البر والتقوى قالوا سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسر هذه الآية وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وكان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كما سألوا الصحابة تلت مرات ما البر ما البر وما الإث فرحضت النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للمسلمين أن أحد سمات البر أن الناس يكونوا في حالة اجتماع على فعل الخير وما تكونش أنت لوحدك لكن كمان أنشر الخير والبر في وسط الناس ما تبقاش أنت بس صاحب الخير وهو ده العلامة من علامات الأبرار أنهم بيساعدوا الناس على أنه يخرجوا أحسن ما فيهم ويجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا البر علمته أنك تكون حسن الخلق فالبر حسن الخلق إيه يعني البر؟ مش أن نصلي ونصوم فقط لكن كمان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن جزء من مفهوم البر هو أن أنت تخالق الناس بخلق حسن وأن أنت تتعامل مع الناس فيبقى جزء من الطاعة أنك تتعامل مع الناس تعامل الحسن وأن يكون تعاملك مع الناس هو مليان بالإحسان وتكون أخلاقك مع الناس هي الأخلاق اللي بتدل على أنك أنت تحب أن تكون محسنا لكي يكون إحسانك في مقابلة حسن معاملة الله لك مش بس كده أنتم معارفين البر ده ليه فايدتين مهمين كدا في حياتنا وفايدة كمان في الآخرة الفايدة الأولى أنه بيطول العمر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزيده في العمر إلا البر يعني اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى بيركله في عمره فعليه بالبر اللي هو حسن الخلق يبقى حسن الخلق بيعمل ايه؟ بيوسع للإنسان ويزيد في العمر بعض الناس بيستشكلوا مسألة الزيادة في العمر يقولوا يا جماعة لما بينفخ في روح الواحد في رحم أمه بيكتب رزقه وشقيه أو سعيد وأجله إزاي ربنا سبحانه وتعالى يزيد في عمر الإنسان يزيد الزيادة في عمر الإنسان يا زيادة في البرك في ناس بيعيشوا في الدقيقة اللي بيعيشوا ناس كتير في سنوات طويلة البركة يا سيدي والبر Munich ومن أوسع الأشياء التي تجلب البرك حسن الخلق مشفتش حاجة تبارك في عمر الإنسان وفي عمل الإنسان أدّى حسن الخلق ولزاك حسن الخلق صلى الله عليه وسلم كمان فايدته إنه بيوسع ولزاك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفايدة التانية بقى بتاعت البر إذا كان هو حسن الخلق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فالتسعون بحسن أخلاقكم والفايدة بقى بتاعة الأخرة بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخلينا نوصل بيها إلى الجنة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة يعني اللي عايز يشوف باب واسع ومفتاح من مفاتيح الجنة الأكيدة فعليه بالبر اللي هو حسن الخلق وإزاك أقرابكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم أخلاق فواحد ممكن يسأل يقولي إزاي ربنا يخلينا ندخل الجنة لمجرد إن إحنا نكون تكون أخلاقنا حسنة مع الناس أقوله إن حسن الخلق دلالة على كمال الإيمان أنت بسمعتش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول بيقول إيه في أكمل المؤمنين أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا أكمل المؤمنين أمان بعد جد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ويكشف لنا عن ميزان مهم جدا 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 في معرفة الصحاب والخطأ والحلال والحرام فيقول لنا حضرت النبي والإسم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس الإسم يعني الزنب بيساير عنواعه مش الزنب بس ده هو أن أنت تأكل مالحد ولأنك أنت تنظر إلى محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أن الزنب ليس صفة بس هتعرفها لما تأخذ مالحد لا هتعرفها قلوب المؤمنين أصحاب الأخلاق الحسنة وهتشوف ده ويبقى فيه ويبقى ديه شوية علامات العلامة الأولى أنه هو يحيك في نفسك يعني صدرك ما ينشرحلوش وقلبك ما يطمئنش به آه ده إثم ده الحاجة التانية أن أنت تكره أن تنطلع عليه الناس أن الناس تشوفه لأن أنت لو هي كانت حاجة حسنة كنت أقول لها هيصل كنت أتفرح وتخلي الناس تحس أن هي معاك فيه وزيك الحافظ بن رجب رحمه الله بيقول كلام مهم لازم نسمعه في قولي الإسم وما حاكى في نفسك فيقول هذه إشارة إلى أن الإسم ما إيه ما أثر في الصدر حرجا وديقا وقلقا الحاجة اللي يتحسزك بأن صدرك موجوع والآن يقول لك ما أثر في القلب ديقا وحرجا وقلقا واضطرابا فلم ينشرح له صدر الصدم ينشرح شي فيه ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيث ينكرونه عند الطلاعهم عليه وهذا أعلى مراتب معرفة الإسم عند الاشتباه وهو ما استنكره الناس على فاعله وغير فاعله يعني بيبقى أن المجتمع كله رافض ده وعشان كده المعنى ده واضح في قول سيدنا عبد الله بن مسعود ما رأى المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رأى المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وده كلام مهم جدا جدا لكل الناس اللي بتقول استفت قلبك وإن أفتك الناس وإن أفتوك إن الحديث بتاع استفت قلبك ليس لكل الناس وإنما لأهل البر ومش بس لأهل البر وإن دهوت في الأخلاق مش في الأحكام ففيش حاس ما استفت قلبك في الأحكام الأحكام فيها إيه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن أصحاب القلوب المظلمة ممكن قلوبهم تأمرهم بالمنكر فساعتها استفتاء القلبي ده النفس تيجي توقف قدام القلب وتحسسهم إن وإيه إن هي بتقوم مقابل القلب فإن اللي حاصل فتخدعهم وتغشهم فيقول لك إيه أنا قلبي حدثني بإن أنا أعمل ده وهو والعزو بالله معصية ونفسه هي اللي أمرته بده ويكون فيه مهلكته ويقول يهدوة أنواع من أنواع اتباع الهوى يبقى إحنا لازم نلتفت إيه بقى الإجراءات اللي إحنا لازم نعملها إن إحنا طول الوقت نعمل إيه نعمل تنشيط لغدة الضمير أول حاجة عشان نقدر نعمل الكلام ده أول إجراءة لازم نعمله كل يوم الصبح الصبح وفي المساء تضع يدك على صدرك كده وتقول لنفسك إيه يا أيها القلب إن الله سبحانه وتعالى ينظر إليك فإياك أن تجعل نفسك تطمس بصيرتك فإذا كانت نفسك تريد أن تذهب إلى أمر فاعرضه على مراد الله فإن وافق مراد الله ففعله وإلا فدعه تعمل عهد بينك وبين الله سبحانه وتعالى كل يوم الصبح إن أنت تعرض أمرك وحالك على مراد الله تعرض أمرك على مراد الله لأن مراد الله سبحانه وتعالى إيه لا يكون إلا في الخير دي أول حاجة يبقى في الصبح والمساء تعهد ربنا أن أنت تكون على مراده الحاجة التانية لابد بشكل واضح ألا تترج فراغا في ساعات يومك يعني أنت لو عارف أن في أمر في فراغ لازم تشغله بشيء فيه خير يعني أنت عيب عندك ساعة فاضية هي مساعة فاضية اعمل بيها شيئا تساعد به أهلك ترتاح وتقصد بهذه الراحة أن تتقوى على عبادة ربك وعلى اكتساب رزقك وإنت قاعد مع الناس تقصد بها أن أنت تقانس وتقتنس في مرضات الله وفي محبة الله إياك والفراغ فإن الفراغ يأتي على الناس بما يحيكوا في الصدر فكرين حديث رسول الله نفسه اللي لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل هتجيب لك حاجات تحيك في صدرك كتير فعشان كده ما تتركش فراغات في حياتك الحاجة التالتة والمهمة أن أنت لازم تعملها عشان إيه اللي حاصل عشان تتخلص من مسألة أن يبقى فيه شيء يحيك في الصدر أن أنت إذا أتى عليك أمر شدة أو أتى عليك أمر يلتبس فعليك باستشارة أهل المعرفة وأهل التربية وأهل الإقبال على الله إنما شفاء العي السؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يا سادة ربنا سبحانه تعالى اكتب لنا على الدوام إن احنا نكون من أهل البر يا رب اكتبنا من الأبرار وجنبنا يا ربنا ما يحكوا في الصدر ونكرى أن يطلع علي الناس واجعلنا من المنورين المباركين يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقى بحضرتكم وأسئلتكم اللي تلقناها على صفحة برنامجنا عشان نجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ببركة وتفضل جسر بيننا وبينكم تدخلنا مجالس النور مجالس البركة مجالس الحضور في حضرة مولانا سبحانه وتعالى عسانا نذكر في الملأة الأعلى على أننا اجتمعنا على ذكر الله وحفتنا الملائكة وغشاتنا الرحمة وذكرنا الله في من عنده يا رب جعلنا دايما من أهل مجالس العلم على الدوام واقبل منا هذه المجالس يا أرحم الرحم السؤال الأولى لأننا وصلنا بيقول السلام عليكم لو سمحت يا شيخ من يومين حصل موقف معايا أنا وزميلي في الشارع وحصلت مشدة وشتمني شتائم لا يرضى الله بها وواحد جه قال لي ينفع تسيب ويشتمك كده رضيت الشتيمة كده ربنا سبحانه وتعالى يا حسبني ولا أنا مش غلطان هو ربنا يا حسب اللي جالك وقالك انت رضيت الشتيمة ده راجل يمشي بين الناس بالوقيع على أعزو بالله ده مش من أهل التقوى ده ليه طيب لأن الشخص حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أجل الأوقات يعني دلوقتي أنا أنا دلوقتي في حضرة مولانا أنا دلوقتي في رمضان وصايم أنا وفي الصيام إيه اللي حاصل بيحصل لي حالة من حالة الجلال كده حالة من حالة التقدير حالة من حالة الكرامة إيه الكرامة دي إيه اللي الصوم فإنه لي فأنا في حالة كرامة أنا اللي أنا بصومه ده لله فأنا وصايم كده في حالة كرامة طيب اللي في حالة كرامة ده لو حد يتعد عليه المفروض اللي حاصل يتبهدل وتهزق وتشتم لكن سوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان صوم يوم أحدكم إذا كان يوم صوم أحدكم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقول إني صائم إني صائم يعني يعمل إيه ده مش بس أجتمه ده أجتمه يقتل يبقى حادة النبي منعنا أمرنا لأن ده خبر أريد به الإنشاء يعني فليقل يعني لا يرد شتيمته ده في أجل يبقى في الأمور العادية في الأوقات العادية أشد وآكد إن أنا مردش هناك أحاديث كثيرة عند في المسند وعند أصحاب السنن إن إن لو حد سب أحد أو شاتمه بما فيه إيه اللي حاصل فلا يرد عليه فيكون الأجر له للمشتوم ولو بال عليه على الشاتم يبقى اللي حاصل ما يردش عليه وكأن الحديث بيقول إن أنت لو ردت عليه تكون في الإسم سواء يبقى ما تردش عليه لكن تعمل إيه ما تردش عليه وإذا خاطبهم جاهلون قالوا إيه وأوصاف اللي دين أعملوا إيه وأوصاف عباد الرحمن إيه من أوصاف هؤلاء أنهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام يبقى أنت لو قالوا سلام يعني إيه يعني لو حد جاهل عليهم إيه اللي يحصل يقول قولا حسنا سلاما يعني يقول قولا حسنا إيه اللي حاصل يبقى لا ترد عليه يبقى الفعل اللي انت فعلته ده هو ده اللي أمرك بيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك الأجر أما الشخص اللي كان بيسلطك ده فهو قد يكون آثما ليه قد يكون آثما لأننا مش عارفه وقال لك كده ليه بس اللي فعل فعل ده هذا فعل فاسد نقول لك أنت تسكت نذيبت الشتيمة أنا مرضيتش الشتيمة بس أنا قابلت السوء الأخلاق بحسن الأخلاق لأن العهد الذي بيننا وبين الله أن نطيع الله في من عاص الله فينا طيب والناس تتعود على أنها تشتم كده والناس تسكت لها لا ما والناس ده إيه اللي حاصل فاهمت أن أنت أنه صغير وأنت عند الله كبير لأنه سبك والشت ليس من شيمة الكرام ولكن شيمة أهل الإهانة فأنت بتقول لي ربنا حسبني لا ربنا يرضى عنك ويزيد في إيه ويزيد في عطيته لك سبحانه وتعالى ويزيد في رضاه عنك وإنت مش غلطة لا السؤال بعد كده بيقول شيخ مراتي بتدي علي أنا وأولادي ومليت من النصح وسطع عالي أعمل إيه مسألة بسيطة خالص تقعد معا وتسألها هي بتعمل كده ليه لأنها في الحقيقة هي وبتدي عليك وبتدي على أولادها اللي هي بتعمله ده ده شيء مش عادي وشيء مش حسن وشيء قبيح بس أنت بتقول لي أعمل إيه ما بتقول ليش جزاءها إيه أنت بتقول لي أعمل إيه أنت تحتاج إلى أن تعرف لماذا أنت تفعل هذا وبالمناسبة عشان قبل ما تروح تسأل وأنا بقولك سيكون السبب أنت مش الأولاد يعني المسألة أنت مش العيال يعني هي هتكون بتدي عليك وعلى الأولاد علشانك أنت ليه سمحني أقولك بس اللي بيحصل ده اللي احنا شايفينه ما أنت بسألت سألتني أعمل إيه فأنت طالب النصيحة مش طالب الحكم بس مش طالب الحكم بس فنصحتي أن هي بتعمل كده لأنها مليئة بحالة من حالات إرادة الانتقام منك ويهو مش عارفة تنتقم منك فابتدي عليك وعلى الأولاد لكي تنتقم ينتقم لها الله سبحانه وتعالى تبقى الحل هو إيه بقى الحوار تروح تسألها يا بنت الحلال هو إيه اللي جرى أوعدك أن أول عشر دقايق سيكون عبارة عن ضرب نار حريقة هتعب في وشك وتقول لك كلام في غاية القسف لو سبرت على عشر دقايق دي هي هتستغرق تقول لي يعني هاقبل المهانة واقبل أحد شرب منك أن أنت تقبل المهانة بس هذا كله في صدرها أي ما عنداش شيء تنفسه فبتعمل كده أنت واضح كما هو واضح أن ما فيه سبيل للحوار بينك وبينها زيك روحت جاي بتكلمني أنا بدل ما تروح تكلمها هي فلزيك أنت لازم تروح تكلمها هي ولزيك الشرع بيقول لك روح تكلمها هي أنت تروح تكلمها هي يعني سؤالك ليه سؤال جيد عشان انا اقولك ان انت تروح تكلمها ايه عشان انصحك هتنفعل و هتزعق هي لو انفعلت و زعقت هي بتعمل الكلام ده لان هي بتحاول تعدل فجوة اللي بينك وبينها فانا رأيي ان الصوت العالي ده ده صراخ عليك عايزك تعدلها انتو بينكم فجوة واحدة هيجي يقولك كده انت بتقول للسيدات ان هي تعدل صوتها ما حصلش والله انت مش فاهم خلص انا ما اتكلم على بخصوص السؤال ده انا ما اتكلم على ان فيه مشكلة وهي مشكلة فساد ذات البين فيه فساد فيه قطيعة ما بين الزوج و زوجته اللي اتنين كل واحد واقف على جانباي الشط وما حدش بوعبر التاني لازم واحد فخيرهما الذي يبدأ بالسلام خيرهما الذي يبدأ بالمقاربة خيرهما الذي يبدأ ويقبل وهو يطلب وجه الله سبحانه وتعالى لان هو ده جنتك ونارك وهي كمان جنتك ونارك فلما تعمل ده الله سبحانه وتعالى يجازي الجزاء ان انت تخرج حد من وجعه وقلمه وهو ده دي اللي ربنا جعلها في رعايتك فانت تنقذها من هذا التأكل الذي يحدث لها هي بتفتت بتتحلل من الداخل فانت لما تروح تكلمها بتوقف هذا التحلل هي دون الوقت بتتكلم وبتسرخ بداخلها انا هسألك سؤال لو قالوا لك ان والدتك بتسرخ مش قادرة تتحمل مرضها تعمل هي تجري عشان تلحقها صح لانها امك مأمور بالبر إليها طب اول ما يوسأل عنه العبد ما استرعاه الله مراتك تعمل مع ايه تحسن إليها دايما الناس يقول لي يعني ينفع ويجوز ان يتعلي سلطة طبما ما يجوز تتعلي سلطة ولكن انت سألتني اعمل ايه ما قلتديش هي حكم اللي ايه عملته ايه حكم اللي ايه عملته حرام انت هتعمل ايه واحد عمل في حقك حرام هتعمل انت ايه هتعمل في حقه حلال هتعمل في حقه الواجب وعشرهن بالمعروف هذا هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به فعليك ان انت تعمل كده فبتقول لي اعمل ايه روح تكلم معاه وانا قلتلك اهو قبل اول ما تتكلم معاه هتنفعل فاي اللي حاصل اه ممكن انتوا تستغربوا شوية لان ان انتوا بتعودين ان اللي هي اللي حاصل ان في حد دايما يقول لكم الاحكام وما اعملكم مش حل انت هتروح تعمل كذا 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 طب بعد ما يقولك ان هي قاسمة بتروح تروح واخد الكلمة من اللي افتاك وتروح تقول لها ايه على فكرة الشيخ قال ان ان انت هتروح النار فالبيت كله بيروح النار لكن ابيقول لك ازاي تحل ده مش بس حضرت النبي قال الحديث اذا باتت المرأة وزوجه عليها غبان باتت تلعانا مش ده الحديث بالوحيد في حديث صوته بالنساء خير فاحنا لازم نعمل كده لازم نقبل على الله سبحانه وتعالى ونحسن الى زوجاتنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونخرج من هذه الماسي السؤال بعد كده بيقول لزوجي دايما ما يتحدث مع امي عن كل ما يحدث في البيت والعمل وهي تحكي كل ما تسمع للعائلة باكمله وانا لا احب ان يعلم احد عن حياتي شيء كيف اتصرف مع هذه المشكلة بالرغم اني تحدثت كثيرا لزوجي ولكن لا فائدة من الحديث ذكري بقوله صلى الله عليه وسلم ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي الى امرأتي وتفضي اليه ثم ينشر سرها وليل سر البيت دوت مش من حقك ان انت تنشره لان دوت امور بيتنا وده سر بيني وبينك ولا يجوز ان انت تنشر هذه الاسرار لاي سبب من الاسباب وقوله ان البيت دوت له ارض وله كرامة وان البيت ده محفوظ ولا يجوز ان انت تفعل ده وسمعين لنا بقولهوله ده انت عايز البيت ده يستقيم ويستمر ولا عايز تعيش انت على هواك حتى لو كان ده مخالفة لمراد البيت سبحانه تعالى اتق الله في البيت فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعور وبالمناسبة انا بقولك انت كمان عليك ان انت تمسيك لسانك كمان وما تكونيش بتعملي زيه بتروح تتكلمي عندي اهلك زي ما هو بتكلم عندي اهله ويبقى البيت كله على المشاعre لو اسمحتم احفظوا بيوتكم وخلوا بيوتكم في امان لان الكلمة بتخرج من البيت بتتحول الى القصص في عند الاهل فاحفظوا بيوتكم بسر الله وبسر انه وجعل بينكم مودة ورحمة خليكم سكل لبعض وخليكم في امان الله ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل البيوت كلها في سكينة ومودة ورحمة ببركة هداية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي دلنا على ان البيوت مليئة بمدد الله سبحانه وتعالى ولكن علينا ان احنا نحفظ سرها ونحفظ كمان كرامتها لان البيوت كرامة فما نهنهاش لان كرامة البيوت لو تهانت مبقاش في كرامة لحد يا رب حفظ على بيوتنا وجعلها في نور وبركة اللهم ان اودعنا بيوتنا في حصنك فاللهم احفظها من كل مكروه وسوء واجعلنا يا ربنا من الرشدين الذين يحفظون البيوت من كل اساءة استعمال للأسرار وللأخبار واجعلنا يا ربنا في امنك وطمئن قلوبنا حتى لا نحتاج الى اي نوع من انواعه سوء تدبير امورنا واجعلنا امانا من شركاء حياتنا في كل وقت وحين يا رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا